اهلا 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 بحضراتكم وكل الترحيب بمولانا فضيلة الدكتور الشيخ الدكتور احمد كريمة واستاذ الفقه المقارن بجامعة الازر منورنا مولانا بارك الله فيكم واحسن الله اليكم دلوقتي مولانا جالنا سؤال كده او فكرة يعني الفكرة بتقول انه ماذا لو انه سيدة كانت متزوجة ثم حصلت على الطلاق وهذه السيدة تستحق معاش بس بعد كده هي هتتجوز حد تاني فتقرر انه الزواج يكون عرفيا حتى تستطيع انها تحصل على المعاش ما قولكم ده معزكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في كتابه الكريم وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله القائل كل جسد نبت من حرام فالنار أولى به وبعد فبادئ زيبد سيدنا سعد بن أبي وقاص هو كان خل حضرة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان ابن عم أمه سيدتنا آمنا بنت وهب عليها سلام الله ورضوانه فجاء سيدنا سعد بن أبي وقاص وهو من العشر المبشرين بالجنة وأول من رمى بسهم في سبيل الله صلى الله عليه وسلم سهم في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم فسيدنا سعد يقول له يا رسول الله أدعو الله لي أن يجعلني مستجاب الدعوة النبي لم يقل له أنت خالي أو أنت من العشر المبشرين بالجنة أو أول من رميت بسامن في سبيل الله فأنت مستجاب الدعوة لا محبا في ذلك قال يا سعد حتى ما قلش يا خالي يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة إن الرجل لا يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغزية من حرام فأنا يستجاب له من هنا نعلم أن هذه الصورة هي على فكرة بتقع كثيرا وهقول لك بس العلاج إيه أولا يحرم الاستيلاء على المال العام لأن في خلطة عندك كثير من المواطنين إن المال العام في تصورهم ليست له حرمة من قال ذلك حرمة المال العام أكبر من حرمة المال الخاص حرمة المال العام أكبر من حرمة المال الخاص ولذلك ما يأتي هذه الصورة الإحتيالية أن رجل وامرأة يتفقان على زواج غير موثق يعني بهدف استيلاء المرأة على أموال التأمينات هذا كسب خبيث وهذا تحايل محرم ومجرم ويجب على الأجهزة المعنية التصدي لهذه الجريمة النقراء بإيه حاجة بسيطة تعديل قانون التأمينات أنا بكلمك بصراحة أصليحنا مش ظننا أن إحنا إيه نشخص الداء ولا نصف الدواء بما عملناش حاجة طب التعديل يبقى إيه نعم التعديل يبقى إيه حقولك التعديل يبقى إيه التعديل أولا هذه المرأة قد تكون بائسة فقيرة معدمة إلى آخره هي بتأخذ معاها مثلا نفترض من أبيها أبوها اللي مات مثلا طب هذا الأب سدد لخزانة الدولة أقصاد تأمينية طوال خدمته الحكومية فلما يأتي الورسة في وضح النهار وتأخذ هذا المعاش بدل من التحايل بدل من التلاعب بدل من الغش لأنها ستقع ومن عاونها على جريمة نقراء الله قرنها بجريمة عبادة الأصنام أو الأوسان في سورة الحج فاجتنبوا الرجسة من الأوسان واجتنبوا قول الزور فده قول زور وفعله زور والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لما يعني كان متكئا كده مع أصحابي رضي الله عنه رفع الكلفة شوية فبيقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين ثم اعتدل بعد أن كان متكئا فقال ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا حتى زرددها كثيرا فأشفق عليه سادتنا الصحابة سادتنا الصحابة رضي عنه قالوا يا ليته سكت فحضرتك أنا بناشد وزارة التأمينات أنها تعالج هذا الخلل وهذا العوار أن يسمح للمرأة التي تأخذ معاش سواء بقى كان من جدها كان من أبيها كان من أخيها قد تبال حضرتك كان من زوجها الراحل ومات وتريد أن تبكي عليه وتتزوغ غيره يبقى هنا نقول لا يا وزارة التأمينات مشكورا رجائي إصلاح هذا الخلل حتى يطعم الناس الحلال مش هيها تبقى في عصمة راجل وقد يكوننا فقير قد يكون معدل هقول لي سادتك حاجة قد تكون خايفة من تجربة فاشلة الناس تتزوج وقد تطلق وبعدين عشان ترجع بقى بتعيدات استخراج المعاش هتأخذ أشهر عمل الأمور ما تستوي على عودها إحنا بقى في إدنا إيه نعالج الخلال نعالج الخلال ليه لأن نريد للمجتمع أن يطعم لقمة الحلال الحلال وبين والحرام وبين وبينهم أمورهم متشابهات فمن اتقى الشبهات فقد الصبر لدينه وعرضه طيب أنا هروح على طول على فاصل قصير ونعود مرة تانية مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة استنونا لو سمحت والله لا نستطيع سوى الاستزادة من مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة من موارنا وكنا عايزين نتكلم وإن كان في الدكتين اللي فضلين عن الأشهر الحرم هي مذكورة في قول الله تعالى يا ستة وثلاثين سورة التوبة إن عدة الشهر عند الله إثنى عصر شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم هو عتاب المحبين القتال يحرم في الأشهر الحرم ونحن في شهر رجب الأصم لعدم وجود أداءلات القتال فيه والأصب لأن الله يصب فيه الخير وبالمناسبة شهر رجب بداية الحمل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذه المناسبة يغفل عنها كثير من المسلمين أنا بس عتاب المحبين أقول للمتقاتلين في اليمن في العراق في سوريا في السودان في ليبيا في الصومال أين نحن من تعظيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم أين نحن من تعظيم هدنا على الأقل في الأشهر الحرم وشهر رجب الذي دخلنا فيه من الأشهر الحرم يعني شوف سيدنا عمر عليه رضوان الله يقول إيه كان الواحد في الأشهر الحرم فيما تورسه العرب من عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يلقى قاتل أباه أو أخاه فلا يتعرض له يعني شوف الجاهلية قبل الإسلام كانوا يعظمون الأشهر الحرم تعظمهم لما نقل عن الملة الحنفية سيدنا إبراهيم عليه السلام النبي أبقى على هذا على هذه الحرمات وقال إن الزمان قد استضار كيوم هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إثنى عشرة شهرة منها أربعة الحرم سلاسة متوليات زول قاعدة وزول حدة والمحرم ورجب الفرض الذي بين جماد الأخيرة وشعبان فأنا بسأله أقول حتى الجماعات الإرهاب والإرعاب التي كانت لا تعظم ولا تلتفت إلى هذه الحرمات أقول للمسلمين على المستوى العام والخاص عظموا ما عظمه الله بالكف عن القتال في الأشهر الحرم لعل النفس البشرية تأخذ هدنة وتعود إلى الأصل الأصيل السلام والأمن والأمان اللهم أمين يا رب نعم علينا بالسلام وبالأمن وبالسلام على كل البشرية مولانا نورتني وشرفتني مجارة العادة مش عارف أشكرك إزاي كل الشكر لفضيلة الشيخ سريع عندك بقى طلب أعني مسألة العوار في تأمينات اللي تكلمنا عليه في الجزء الأول أرجوك أن تتبنى في مجلس النواب الموقر أنا أعتقد ممكن بس بضوابط يتحط عليه ضوابط متعلقة ببحث الحالة الاجتماعية للتأكد إن كانت الزوج الثاني موسور الحال لا تستحق المعاش بتاع الأب أو الأخ مثلا وإن كان معدم أو يعني مسكين أو شيء استحقت هذا ماشي الكلام يبقى هنشتغل على كده أنا أشكرك مرة تانية مولانا كل الشكر لك بارك الله فيك فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر كل الشكر وحضراتكم طبعا ليكم كل الشكر على حسن المتابعة ثواني يكون موجود معنا حيالا بالا كريم رمزي وبرنامجه رقم عشرة أما إحنا لو كلنا العمر فنقابلكم بكرا إن شاء الله في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات اشتركوا في القناة